احمد مالك 25 سؤال عايزة زورها نفس سور اليابان وزورتها؟ لا لا وزورتها شي تاني جبتا واحدة زورتها واحدة زورتها اما سرشتش كتير واحدة زورتها ممكن ممكن ايطاليا ليش دايما الشائعات تربط بينك وبين جميلة عوض وسلمة بضيف عشان اعتقد هم مجيلي فهم احنا في الاول كلنا في السن واحنا لسه الجيل بتاعنا ببين ما لمحوا اكتر وكننا احنا احنا اول ناس بتارينا يكون لنا وجود دلاتي شوية في السوق بس اه وانا عشان اششالت مع جميلة كتير ومع سلمة بس ما في صحة للاشعاعات لا لا هل تقوم بخطوات للمشاركة في افلام اجنبية؟ اه في مشروع يعني؟ اه مين هو اعظم ممثل مر على السينما المصرية؟ احمد زاكي قضية انسانية جريبة من جلبك؟ وحمود مرسي اوكي قضية انسانية جريبة من جلبك؟ اه اللاجئين وازمة الطعام يعني اللي بتحصلت دلوقتي يعني مين شجع في كرة القدم؟ مين ايه؟ شجع في كرة القدم زمالك زمالك وعالميا ايه؟ عالميا عالميا مش مهتمة اوه عالميا يعني ممكن عشان صلاح في ليبربول يعني بقى المنتخب الوطني التاني المصر بس ايوه طيب هل سبق ورفعت اي قضية على احد؟ رفعت قضية مرة بقى مش اقول مين؟ اه كسبت ولا خسرت؟ خسرت طيب ايه مؤهلك التعليمي؟ مؤهلك التعليمي ايه لسه طالب في جامعة ايش بتدرس؟ اه انا طالب في مركز القاهرة للفنون المعاصرة بيدرس رأس معاصر اوكي مين اقرب اصدقائك في الوسط الفني؟ اه احمد حافظ المنتير مواقع التواصل جعلت عمل الفنان اسهل ولا اصعب؟ اه اسهل واصعب يعني ما ينفعش ابيض واسود بس ممكن تكون اصعب بفكرة يعني هي اسهل ان انت تتعرفي بالضبط الشعبية بس هي ساعة الشعبية بتبقى كده بس هي اصعب من حتة ان الناس قصي قوي يعني على سوشي الميديا فالموضوع بيبقى مش 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 قلطف حاجة يعني طب على سيرة القسوة اقسى نقد سمعته؟ مش متذكر بزبط بس بس جالي نقد خاصة في جزيرة اتنين مثلا وده اتضايقني يعني وبالعكس وخلاني بعد كده اقول ايه لا طب انا عايز اطور من نفس يعني وكان لطيف يعني اوكي كويس كتاب اثر في حياتك؟ طو فيه الحكيم حديث مع الكوكب طب احمد مالك تم اختياره للمشاركة كعض ولجنة والبيركا مو داسترينجر عيد تاني الاسم؟ البيركا مو داسترينجر احمد مالك تم اختياره للمشاركة كعضل ولجنة تحكيم في مهرجان الجونة رغم صغر سنه هل الواسطة هي السبب؟ وصلت مين بالزفط؟ يعني مين عندنا اتوسط لمين؟ لا يمكن فيه احد حابك في المهرجان فجال حبه في لجنة حالبني ايه سوايد عيوني مثلا فعد تاني في اللجنة يعني لا طبع انا ما اعتقدش الموضوع بالسوء ما في ايه واسطة؟ لا يعني ما اعتقدش يعني طيب دور تتمنى؟ انا من خاف بس دايما من السن الصغير فنربطه في حاجات تانية اعتقد دور تتمنى تقديمه؟ دور تتمنى تقديمه والله حاجة كتير يعني الموضوع مش بيقف عند حتة معينة بس انا دايما بتمنى اقدم ادوار اكتر حاجة هيبعيدة عني يعني اسوأ شيء في الشهرة؟ اسوأ شيء في الشهرة رخامة بقى يعني الناس دايما بيبقى ألطف حاجة قالي الموضوع الساعد بيبقى مش رطيف قوي يعني بس وان انت مقفوش طويل وقت يعني اه اوكي من وين جات قصة ان الممثل الامريكي من اصول مصرية رامي مالك اخوك؟ انا وره هزرت بهزارة كده وانس اعتقد صدقت الهزارة دي وبعد دور ارض عشان شابه الاسماء يعني رامي مالك وحمد مالك يعني ايوه هل فعلا جلست مرة شهرين من غير استحمام وكيف كانت ردت فعلا اللي حوالانك؟ يعني ما كانوش شهرين اعتقد ازباعين او ثلاث اسبيع وكانت في فيلم اشتباك وكانت عدي شخصات شخصات معينة وهم احنا كان بقى لنا مفروض ايام في العربية الترحيلات فكررت ان تمام بقى مش مش هستحمي مش عارف القصة دي ازاي صلعت بره يعني بس اوه ده حييي وتحملوك الناس فضل عندك صحاب؟ اوه لا الناس كانت تشتكي مني بقى راح تفاكر ما يلغيتي كانت راح تمرز عاقة المخرج قلت لانا مش قادرة ومش قادرة شمي الريحة دي وكده وصراعا ده حاجة غريبة جدا هل انت مرتبط عاطفيا؟ اوه ليش هاجمتك الفنانة غادة عبد الرازق واعتبرت ان اختيارك وجودك في مهرجان الجونة يعني امر سيء والفاظ اخرى مش عارف والله انا مش عارف عاملك كده برده انا ممكن اسأل السؤال ده معاك يعني ما عنديش اي فكرة صراحة وكانت حاجة غريبة جدا يعني يعني مفوض احنا بنقف مع بعض وبتاع بس ومفوض انا بحترمها عشان اطلعت معها في الاول وهي ساعدتني كتير وكده فحاجة غريبة جدا ان الشخص فاجأ يليب على شخص بهذه القصة ان غير ما الشخص ده يعمل له اي حاجة يعني ليش دايما يتم الربط بينك وبين احمد الفيشاوي عشان اشتغلتنا مع بعض في الشيخ جاكسون وسافرنا مع بعض وصورنا كانت متداولة كتير واعتقد عشان في ناس بتربطنا بالشكل برضو شوية وان انا صغيره في شاوي ابتدا وفي شاوي برضو ابتدا وهو في سن صغير فممكن دي تبقى الارتباطات بس في شاوي هو صديقي يعني بس الناس بتزود الحملة على الموضوع وبتحولوا الى شيء دول هم هم وابتدا ما فيش انسان ذات تاني يعني مين هي رمز الجمال بالنسبة لك؟ رمز الجمال رمز الجمال رمز الجمال رمز الجمال يعني هم يكتر ما انا ممكن اقول امي يعني لا لا بس اقعد كده في سؤال مدرسي شاوي امي رمز بس رمز الجمال اه ممكن يعني 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 دايما كده كان فيه دايما كان فيه مدرسة وانا صغير كانت ازالي هي تبقى دايما رمز الجمال كمال وعدة سنين حياتي التويلة هي رمز الجمال طيب يعني كنت بتوقع هتختار احد مشهور بس انه اوكي ماشي الحال طيب لو عرضنا عليك الان تحديدا عمل مسرحي فيلم مسلسل وبدنا لك لازم تختار واحد فقط مو اقول لا دا سؤال عام انا هاختار ايه بالزبط لا لا السيناريوهات كلها ممتازة السيناريوهات كلها ممتازة كله ممتاز بس الان لازم تختار واحد منها ماشا وما بدان سين المسلسل ده خالص اوكي بحبش مسلسلات فهو فيلم او مسرحية ايه في النهاية فعلى حسب بقى فيلم ايه مسرحية ايه انا احب المسرح احب الافلام فعلى حسب ايه طيب وحسب مين بقى عسل اللي هيخرجه انتي برضو متسقليش سيناري عام كده اوكي خلص على الاجل استبعدنا المسلسلات انك تكرهها او لا 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 احبها اوال حب رابا ما حبهاش يعني الكره ده عنيف شوية عدم الحب هو عدم التوافق بس الكره ده بقى يبقى انا عندي مشكلة بس انا عادي اوكي انا مش عالف ومسرسلات دلوقتي عادي ايه طيب اول حاجة فلوس برضو اوكي اوه حلوى الصراحة يا مالك بزي من فلوس اوال حاجة تجون فيها لما تصحى من النوم اول حاجة وبفكر في مأساتي لا بوصو مش عايدة اوال حاجة بعملها بمادغي هي بفتح الستير عاشان الشابس تخوش اوكي واخوش كده عقصو الووشي واشرب نسففيها وعتني تفتح الستير اتأمع.. اتأمع في دنيتي وانا تفتح الستير اوه او انا بكملت page ايوه كبال بقيت اليوم ومنام بقى قبل منام بقى ايوه لا خفت شكرا شكرا